نقش الوكيل سعيد العامري الخميس الإجراءات المتخدة من قبل مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بوادي حضر موت من أجل إعادة تأهيل عقبة عشعش بطول 2 كم في الخط الدولي الممتد من وادي حضر موت إلى منفذ شحن عبر الطريق الصحراوية وتحديد المسار الجديد للعقبة وتعرف الوكيل العامري من إدارتي الأشغال العامة والطرق وفرع مصلحة الطرق والجسور على الدراسة الفنية والتصاميم المعدة لتنفيذ أعمال مشروع تصحيح المسار للعقبة الجديدة والإجراءات المتخدة دون التأثير على حركة المركبات المرة في الخط الدولي وفي سياق آخر تفقد الوكيل العامري ومرافقه مشروع الخزانة الإسعافي الجديد بمدينة سيئون المبني من الخرسانة المسلحة التابع للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمناطق وادي حضر موت مع الخط الناقل للمياه من حقل الآبار بجثمة إلى موقع الخزانة البالغ ساعته 4000 متر مكعب بتمويل من مخصصات وادي حضر موت من مبيعات النفط واستمع الوكيل من المشرف الفني عن الجهة المنفدة عن مدى جهازية الخزان وربطه لإمدادات الشبكة الرئيسية بالمياه لمواجهة الاحتياج المتزايد لنقاط الاستهلاك في كافة المناطق التي تغطي احتياجها المؤسسة من المياه